أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ألنهيان بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وذلك ضمن الجهود الإماراتية المستمرة للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات المطلوبة وكانت دولة الإمارات قد قدمت سابقا مبلغ 100 مليون دولار لكل من سوريا وتركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال